اشتركوا في القناة وايضا غائمة جزئيا درجة الحرارة الحالية 39 درجة مئوية اما الرطوبة النسبية 56% بالنسبة للرؤية الفغية جيدة تزيد عن 12 كيلو صور الأغمار الصناعية تبضح تأثر دولة الكويت وشبه الجزيرة العربية بامتداد مخافض جوي مؤثر علينا وايضا فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على مكة المكرمة والمناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية ممتدة الى اليمن والامارات وقطر اما بالنسبة للطغس المتوقع الليلة اجواء ماء الحرارة ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر واستمرار لرياح الكوز جنوبية شرقية الى جنوبية خفيفة لمعتدد السراوح سراعته بشكل عام ما بين 10 الى 40 كيلو متر في الساعة قد تنشط على فترات وايضا درجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت 36 درجة مئوية جزرنا الشمالية واربا بوبيان وفهلتشة قد تصل الى 34 درجة مئوية في مساء الغد اجواء شديدة الحرارة وايضا تحول الرياح الى شمالية غربية والليلة الجنوبية الشرقية خاصة على البحر تنشط على فترات وفرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة لذا نوه مرتدي طرق السريعة انهم يديرون بالهم أثناء الغيادة ودرجات الحرارة العظمى متوقع في مساء الغد مدينة الكويت 47 درجة مئوية العبدالي قد تصل الى 51 درجة مئوية بالنسبة للمناطق الغربية من دولة الكويت السالمي وشقاية قد تصل الى 48 درجة مئوية حالة البحر ان شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيفة لها معتدل الموج وارتفاع الموج من أثنين إلى خمسة أغدام مواقعية بإذن الله على حسب التوقيت المحلة مدينة الكويت موعدة دان فجر في الساعة الثالثة 21 دقيقة موعدة شروق الشمس في الساعة الخامسة ودقيقتين أما غروب الشمس في الساعة السادسة و46 دقيقة تصل متوقع في مدينة الكويت خلال خمسة أيام الغاد من شاء الله نتوقع تحول الرياع الى شمالية غربية ابتداء من يوم الغد وأيضا عبور بعض السحب المتفرقة ولكن الرطوبة مستمرة معانا خاصة على المناطق الساحلية أجواء رطبة نسبيا على المناطق الساحلية وداخل البحر ولكن نتوقع تحول الرياع الشمالية الغربية ابتداء من مساء يوم الغد أجواء شديدة الحرارة وعودة مرة أخرى لارتفاع في درجات الحرارة ما بين 48 إلى 49 درجة مئوية أجواء جافة منتوقع نشاط الرياع الشمالية الغربية أعزاء المشاهدين خلال أيام المقبلة وأيضا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع ومع بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله نشاط الرياع الشمالية الغربية موجود وفرص الأغبار موجودة خاصة على المناطق المكشوفة درجات الحرارة نلاحظ الصغرى ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية بالنسبة للعظمى قد تصل إلى 49 درجة مئوية في مدينة الكويت وقد تزيد عن ذلك خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت لذا ننصح شرب كميات كافية من الماء وأيضا تجنب شعة الشمس المباشرة أعزاء المشاهدين إلى هنا تنتين نشرتنا الجوية شكرا على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول أواصل ملانا شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة